أستاذ الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الصرح الذي تشرفنا باللقاء معكم فيه مشرقة إشعاع لدين الله سبحانه وتعالى إشعاع صاف عن الشوائب خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه أن يجعل من هذه المؤسسة أسأل الله سبحانه وتعالى 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 ديني مطيجة لسياسا نتحلق حول دراسة هذه شخصية من أجل سبب واحد ألا وهو حاجة العالم الإسلامي في هذا العصر على المنهج الأمثل لتاريف العالم كله بالإسلام ولي تقدمه صفيا عن الشوائب إلى الملايين المتعطشة لمعرفة هذا الدين لن تحدث عن تاريخ الوصف بديع الزمان لن تحدث عن تاريخ الوصف بديع الزمان كما تحدث عن تاريخ الوصف بديع الزمان على جواب عن سؤال ما زال كثير من الناس يتطارحونه فيما بينهم ما زال كثير من الناس يتطارحونه فيما بينهم كما تحدث عن تاريخ الوصف بديع الزمان كما تحدث عن تاريخ الوصف بديع الزمان هذا التأثير الذي تنام مع الزمن ولم يتقلص وقوية مع الزمن ولم يضعف وقد ارهينا في عصرنا هذا síه يتطارك الوصف بديع الزمان ' وقد رعنا في عصرنا هذا كثيرا من الدعات الذين نعدهم في قائمة الدعات من أمثال بديع الزمان ولكنهم لم يتركوا وراءهم ولكنهم لم يتركوا فيها للم يتركوا فيها للم يتركوا فيها وراءهم في كل مرة وراءهم في هذه المؤكسة أولا على المؤكسة الإسلامية وعندما يدافعون عن الافكار الإسلاميتي في حين أن بديع زمان إنما يخاطبوا المسلمين من خلال عبوديته لله يخاطبوا المسلمين من خلال جامعين مشتركين بينه و بينهم و هو أنهم عبيدون مملكون لله عز وجل يجبوا أن يمارسوا في حياتهم هذه العبودية و أرزو أن يكون هذا الفرق في أبهانكم موضحاً فأنا مثلاً كدعياتي إسلاميين ربما عندما أحدثكم عن عظامة الشريعة الإسلامية و دقة القوانين الإسلامية و فمار العدالة التي تتفجر من هذه القوانين و عندما أقارن بين هذه العقيدة الإسلامية و بين العقايد الأخرى و بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى و بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى و أحدثكم ليسا إلا كحديثي و ناسين آخرين يدلللون و لي دعوة لأفكارين أخرى و لي قوانين أخرى و لي شرائع أخرى و في هذا الوقت أحدثكم من أسرين في نفسكم و في هذا الوقت أحدثكم 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 تتحدث عن الإسلامية لكن هذا لا يشدكم إلا الله أبدا ولا يملاو في قلوبكم بشيء من تعميم الله ولا يوقظكم إلا علاقتما بينكم وبين الله أما منهجو بديع الزمان الفريد في عصره فهو منهج ذاك المتحرق على امتداد الجسور التي تصل ما بين العبد ومولاه سبحانه وتعالى أما منهجو بديع الزمان في نصائحه في رسائله أما منهجو بديع الزمان في نصائحه في رسائله فهو يتكلم عن الشريعة لكنه يربطوها بالمشريع دائما يتكلم عن الإنسان والمجتمع الإنساني ولكنه يتكلم عن الإنسان والمجتمع الإنساني وحسب مجتمع الحراق على المجتمع الإنسان والمجتمع الإنسان لكما يجب أن يكون في مجتمع الإنسان والمجتمع من الأمواثين في حيات الإنسان وكان يشغل أن يكون المجتمع elsعام الهجوع ويلتكلم عن إلكعام الإنسان لن تغيير الشعر